موسيقى أهلا بكم لم تعد أزمات الجفاف مقتصرة على الجنوب الفقير ها هي أنهار الشمال الغني تنضب رويدا رويدا في مشهد غير مسبوق في التاريخ الأولى موجة جفاف جديدة تؤكد أن الهم مشترك مع تداعيات التدهور البيئي وتراجع الكبير في المحاصيل الزراعية والارتفاع الحارق في أسعار المنتجات الغذائية الحال في الشمال اليوم مشابه لما عليه الجنوب مع فارق الثروة والإمكانيات فقط شحن في الماء الصالح للشرب تضاعف في فتورة الغذاء واضطرابات في المحاصيل قراءة ترى أن سياسة النعامة ما عادت تسمن أو تغني من جوع أو تسقي من عطش وأن العالم كل العالم يدفع ثمن الاستنزاف العشوائي للمصادر المائية وغياب التخطيط قراءة أخرى تجزم بأن الأرض على أعتاب مرحلة الصراع من أجل كسرة خبز أو جرعة ما لمحللين نحن أيضا في قابل النقاش وجهة نظرهم من الواقع على اليابسة واستشرافاتهم لمستقبل البشرية في حلقة بعنوان ما بعد نضوب أعرق أنهار القارة العجوز عندما يتجه الجفاف صوب الشمال يشاركنا في التحليل والنقاش من القاهرة دكتور حسن طلبة أبو النجا الخبير الدولي في الأمن المائي والتنمية المستدامة وباحث بجامعة كولن الألمانية من بيروت ينضم إلينا دكتور سامي نادر مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية ومن لندن معنا دكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي كما تعودنا إذا نبدأ هذه الحلقة بتساؤل واحد يتطلب إجابات مختصرة هي مفارقة البشرية في ازديات الأقوات والأرزاق في تناقص هل يهزم الإنسان في هذه المعادلة ونحن في العشرية الثالثة من الألفية الثالثة أبدأ معك دكتور حسن يهزم الإنسان إذا كان بدون إرادة لمواجهة التغيرات المناخية بالفعل دكتور سامي أعتقد أن السلام سوف يهزم بشكل أساسي هذه الصراحة حول الماء كان قائما وفي المستقبل سوف يتفاقم بالتأكيد دكتور محمد أعتقد أن الطبيعة لم تكن يوما إلا أقوى من الإنسان لكن عندما تغذب الطبيعة أعتقد أن الإنسان سيذهب إلى هزيمة الإنسان لهذه الأجوبة تفاصيل براهين نستفيد فيها بعد حين مرحبا بكم من جديد أعود إليك دكتور حسن في القاهرة دكتور أوروبا تعيش على وقع كارثة اليوم انخفاض مستوى الأنهار لمستويات لم تصلها من قبل نهر الرعين في ألمانيا في إنجلترا في فرنسا في النمسا نهر جواديانا في إسبانيا نهر الدانوب الذي يسمى بنهر العواصم كيف وصلت القارة العجوز لهذا الحد من نضوب أنهارها الرئيسية؟ وصلت أوروبا والعالم الآن إلى هذه المرحلة التي وصلنا إليها من التغيرات المناخية نتيجة لزيادة ارتفاع درجات الحرارة وأدى ذلك إلى تصارع الدورة الهيدرولوجية أو دورة المياه كما نقول هذه الدورة أدت إلى زيادة التبخر الحاصل من الأرض وبالتالي حصل جفاف شديد لم نكن يتوقعه أن يحصل بهذه الشدة وهذه التواطر لمنطقة زي أوروبا تكون طبعا بها مزيد من المياه وليس تعاني فقرا مثل المنطقة العربية الأكثر فقرا في المياه نعم دكتور نادر حضرتك كنت في أوروبا منذ أيام وأكيد أنك رصت ردة فعل الحكومات على هذه المستويات القياسية في انخفاض مستوى الأنهار وطبعا في هذه الموجة موجة الحرارة وموجة الجفاف كيف تقيم تعامل الحكومات الأوروبية مع هذا الحدث ليعتبر كارثة الآن يعني في الحقيقة مسألة شح المياه تأتي اليوم لتفاقم أزمات ولا يبدو حتى الساعة أن الحكومات قادرة على مواجهة هذا التحدي لأن بالإضافة إلى غلاء الأسعار وبالإضافة إلى مسألة التغيير المناخي تأتي هذه الأزمة وهي من تداعيات الكبيرة للتغيير المناخي لكي تضغط على الأمن الغزائي بشكل أساسي لذلك أنا أعتقد أن الأمر سوف يكون لديه تداعيات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي صحيح أن مسألة من هذا النوع قد تأخذ بعض الوقت لكي تشكل عاملا ضاغطا على الحياة اليومية ولكن أيضا بدأت تعلو بعض الأصوات المعترضة من قبل مزارعين في ألمانيا لم يعد بإمكانهم أن يستغلوا أراضيهم بالإضافة إلى مزارعين آخرين خاصة في جنوب أوروبا مسألة شح المياه والجفاف يضرب بشدة منطقة مثل اليونان مثل إيطاليا وإسبانيا وبالتالي أعتقد أننا أمام عملية تحول كبيرة إن لم تعالج بالوسائل المطلوبة سوف تؤدي إلى تحول على المستوى الاقتصادي والاجتماعي إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية وسنعود إليها بالتفصيل هذه التداعيات الاقتصادية والخسائر ربما ستكون وخيمة على هذه الدول دكتور محمد حضرتك في لندن رأيت صور لهيت بارك وهو الشريان الرئيسي داخل لندن وكأنها مناطق قاحلة داخلها أيضا هناك أنهار رئيسية ومهمة مثل ما قلنا تايمز في لندن انخفضت نسبة المياه فيه بمستويات قياسية لماذا فشلت الحكومات في أوروبا وفي بريطانيا أن نتنبأ بما يحدث اليوم رغم أن الإحصائيات ودراسات موجودة منذ زمن حول ما يحدث اليوم من موجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة سيدة نوفر حتى عندما ذهب العالم باتجاه الاتفاقيات الكبرى وخصوصا اتفاقية باريس في موضوع مكافحة التغير المناخي والبعض اعتبر أن هذا كلام إيديولوجي بالإمكان أن يكون وجهة نظر حتى أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دولارد تراب انسحب تماما من هذه الاتفاقية ودول أخرى مثل الصين أو غيرها لم تحترم كثيرا هذا الأمر يبدو أن المجتمع الدولي بما فيه الحكومات أيضا لم تكن مؤمنة كثيرا بأن الأمور طارئة إلى هذه الدرجة حتى نحن لم نكن منعرف ذلك هناك موجات جفاف تضرب هذه القارة كل عام وكل عام هناك الإعلامة تحدث عن ضرورة ترخي الحذر فيه لكن إلى هذه الدرجة أن يصبح الأمر جفافا وأن كما أشرت إلى حضائق بريطانيا أن تصبح قاحلة وأن يؤدي ذلك إلى يباس الأعشاب وحتى نحن هنا في لندن في مرورنا من أمام نهر التامس شيء مبزع أن يكون هذا النهر الذي يوفيط عادة ما فوق الشوارع وقت به حتى الآن يشبه بعض الأنهر في مناطقنا وأعتقد أن السبب الأساسي أن هذه الحكومات لم تأخذ التدابير اللازمة أن هذه الحكومات بالذات، هذه الأحزاب بالذات، هذه الجمعيات بالذات، هذه المجتمعات بالذات لم تكن تدرك أن الخطر طارئ وعاجل إلى هذه الدرجة للأسف تم استعمال موضوع تغير المناخ كورقة سياسية واعتبره البغض أيضا ترفا في الميزانيات ولم يعتبر أنه أساسيا لحياة الكرة الأرضية أجمعها دكتور حسن هناك مفارقة ودا أفهمها من حضرتك في الوقت الذي تشوف فيه أنهار بأكملها في أوروبا وحتى في أمريكا هناك مناطق تحصرها سيول والفيضانات مناطق لم تشهد مثل هذه الأمطار أمطار مثلا في دول الخليج فيضانات مثلا في السيول في السودان في الصيف هل يمكن أن توضح لنا كيف انقلبت الصورة هي عملية مستمرة بدأت فيه خلال العشر سنين اللي فاتت من لاحز الجفاف في مناطق لم تكن نتوقع أن يحصل فيها الجفاف وفيضانات تحصل في أماكن لم يكن يحصل فيها من قبل وذلك يأتي من العمليات المستمرة من زيارة انبعاثات غزل الكربون والاحتباس الحراري التي أدى إلى ما نصل إليه الآن حتى أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية الـ IPCC في تقاريرها بتحذر من ارتفاع درجات الحرارة ولكن التداعيات لم يكن يتوقعها أحد وأن النمازج الهيدروليكية والنمازج والسيناريوهات التي كانت تتوقع للمناخ لم نكن نتوقع أن تصل إلى هذه المرحلة وإلى هذه الدرجة من الشدة التي وصلنا إليها ولذلك ده بيخلينا أن نعيد التفكير تماما في طريقتنا للتعامل مع التغيرات المناخية سواء في اتفاقية باريس والالتزام بها من قبل الحكومات بالإضافة إلى البحث العلمي وطريقته إلى التأكد من النمازج التي ندرسها الآن الوضع سوف يسوء وطبعا ده بيدينا إنزار لأنهار موجودة عندنا في مناطق كثير في الشرق العوسط دكتور سامي إذا ما أخذنا مثال واحد مثلا هي إيطاليا إيطاليا مثلا تشهد أكبر موجة جفاف منذ سبعين عاما تقريبا لديها مشكلة في المحاصيل وجفاف يخفض من المحاصيل الزراعية بـ 30% ونحن نعيش على حرب روسية أوكرانية أزمت موضوع مثلا الحبوب والأغذية كيف يمكن أن تتفاقم الأزمة اليوم؟ كيف يمكن أن نحاول أن نرقمن الخسائر الاقتصادية الأوروبية بسبب الجفاف والحرب معا في نفس الوقت؟ هذا صحيح مسألة الحرب الأوكرانية حرمت أوروبا من مادة أساسية هي الغاز وحرمت العالم من مادة أساسية أخرى هي القمح والحبوب بشكل ثاني هناك بلدان مهددة بمجاعة كاملة مثل إيرتريا إن لم يصار إلى إيجاد الحلول بشكل سريع بالنسبة إلى أوروبا يعني إن لم تستطع أن تجد البديل عن الحبوب الأوكرانية وهي تتكل بشكل أساسي لإيجاد البدائل على الزراعة المحلية ولكن يأتي اليوم مسألة الجفاف هذه لتفاقم أزمة قائمة وخاصة أن الأساسيات لا تساعد يعني العالم يستهلك 1% زيادة من المياه كل عام يعني المؤشرات تقول أنه بالعام 2050 وليس هذه التاريخ ليس ببعيد سوف يزيد الطلب على المياه 20% هذه أرقام ضخمة جدا وبالتالي إذا ما تطلعنا إلى الأساسيات الأساسيات تنظر يعني قيلنا نقول بكارثة بأيام صعبة جدا إن لم يصار إلى إيجاد البدائل هناك نعم بدائل على المستوى النظري مثل تحلية مياه البحار ولكن هذه إذا لم يصار إلى استعمالها بالطرق التقنية المناسبة من غير الاعتماد على الطاقة الأحفورية التي سوف تزيد من أزمة التغيير المناخي وتدخل الموضوع في حلقة مفرغة وبالتالي هناك بدائل لابد أن تعتمد على الطاقات البديلة لإيجاد الحلول المناسبة لمسألة شحنية المشكلة الوحيدة دكتور سامي أن الطاقات البديلة والتي لم تدخل حيث تنفيذ منذ سنواته وبالتالي تتطلب وقت حتى نرى نتائج للطاقة البديلة لتعويض الطاقة التي نستهلكها اليوم مثل الغاز والنفط مثلا دكتور محمد في بريطانيا طبعا انخفاض كبير في منسوب المياه المحاصيل الأوروبية كلها انخفضت بين 30 و40% من جراء الجفاف فقط الحكومة البريطانية كيف تتصرف الآن وكيف تؤمن الغذاء لشتاء القادم أعتقد أن الحكومة البريطانية كما حكومات كافة الدول المعنية بهذا الأمر تذهب إلى تدابير لكنها تدابير غير نافع هذه مسألة يجب أن يتم حلها خلال خطط تطويرات الأمد خلال عشرات السنوات القادمة وليس خلال الساعات القادمة اليوم عندما تحدثون عن تدابير لتقميم المياه هنا وهناك هذا لن يكون كافيا ولن يستطيع رد هذا الغضب الطبيعي الذي يفترض أن يقارب بطريقة أخرى لكن مهم جدا أننا عندما نتحدث عن المياه نتحدث أولا عن مياه الشرب ومياه الرأي لكن أيضا نتحدث عن مواصلات يعني هناك اقتصاد كامل يعيش بطريقة الشحن عن طريق الأنهر وبالتالي هذا يعني على الأقل في أوروبا يشكل حوالي ١٠٠ مليار من الاقتصاد أكثر من ذلك عندما ذهبت هذه الحكومات قبل سنوات لكي تقول أننا نريد الذهاب إلى الطاقة البديلة قالوا أننا نعتمد على على إنتاج الهيدروكهرباء بالتالي الإنتاج عن طريق المياه لإنتاج الكهرباء وإذ بمنسوب المياه حاليا المنخفض لا يمكنه أن يؤدي إلى إنتاج الطاقة أكثر من ذلك عندما يكون هناك دولة مثل الناروج أبدا وهي منتجار الغاز ويتعرض منزوب المياه إلى هذا الانخفاض فتتوطف عن إنتاج الطاقة عبر الماء بالذهاب إلى إنتاج الطاقة عبر الغاز وهذا يعني أن الغاز الناروج سيكون للاستهلاك المحلي ولن يذهب إلى بريطانيا ولن يذهب إلى الاتحاد الأوروبي كثير من المسائل المتعلقة أيضا بتدابير التي اتخذتها الدول لكي تستخدم الممرات المائية بديلا عن ممرات أخرى وإذ بهذه الممرات تنفض بالتالي لا أعطف حاليا الكلام عن هذه التدابير اللافتة غير أنها استعراض بيمكن أن تحول المشكلة بشكل آني نعم نقطة مهمة جدا ذكرتها دكتور محمد وهي الإمدادات النهرية أو شبكات التوصيل النهرية وهي مهمة جدا بالنسبة لأوروبا تقطعت أوصالها الآن خاصا بعد انخفاض مستوى الأنهار بسبب الجفاف بعد الفاصل الأمن المائي في العالم وشبح الحروب ابقوا معنا مرحبا بكم من جديد دكتور حسن رغم وفرة المياه الطبيعية على الكرة الأرضية تزيد نسبتها عن 70% نتحدث اليوم عن ندرة المياه ما الأسباب الحقيقية لهذه الندرة على كوكب الأرض رغم توفرها بيعتمد ندرة المياه بسبب زيادة الطلب على المياه والتغيرات المناخية التي نشهدها نلاحظ فيه مناطق أوريدي هي مناطق جفة أو شبه جفة زي المنطقة العربية والتي يصل فيها 17 دولة من 22 دولة إلى تحت خط الفكر الماء العالمي هو 1000 متر مكعب بتصل إلى الفكر المطقع إلى 500 متر مكعب والتي وصلت إليه 12 دولة من الدولة العربية ولكن بنلاحظ فيه الجفاف والتصحر بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة في أماكن أخرى إلى تغيير كبير في إدارة المياه وإلى الوصول إلى إنعدام الأمن المائي وإلى إعدام الأمن المائي يتطلب تحقيقه نقلة نوعية في إدارة المياه وفي تمويلات للاستثمارات القادمة للمياه وطبقا للتقارير الدولية أن العالم ليس على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وهو المياه وبالتالي كل أهداف السبع عشر للتنمية المستدامة لا نستطيع تحقيقها بدون المياه ما هي الأسباب؟ بالإضافة إلى أنها لم تكن على أولويات الحكومة مثلاً أم أنها مكلفة جداً؟ باختصار إذا سمحت لي باختصار هو قلة الموارد المالية ضعف الحوكمة وضعف إدارة المياه في معظم البلاد بالإضافة إلى التغيرات المناخية والتقاعص الحكومات على الالتزام بتقليل انبعاستها الكربونية وخاصة الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية دكتور سامي هناك مثل ما قال الآن دكتور حسن سوء حوكمة وإدارة للمياه الموجودة على الأقل في العالم مثلاً وهناك قلة الميزانيات المخصصة لهذا الموضوع الهام وهو أمن قومي لكل دولة إلى أي مدى تلعب السياسة دوراً في أزمة المياه باستخدام المياه كورقات ضغط مثلاً إقليمية أو دولية ومن الخاسر الأكبر من وجهة نظرك فيما يسمى اليوم بحروب المياه؟ أعتقد حروب المياه كانت قائمة وهي مرشحة للتفاقم مجلس الأمن حصى عام 2018 مئة وثلاث وستون صراع مرتبط بشكل أو بآخر بمسألة المياه حتى الساعة نعم كما تشيرين الحكومات تسلق طريق أشبه بالهروب إلى الأمام لأنها لم تستطع حتى الساعة أن تتقاصم المياه بشكل عادل تحاول إما التصرف بشكل أحادي أو الذهاب إلى المواجهة العسكرية يعني هناك مثلاً في المنطقة العربية أكثر من أربعة صراعات مرتبطة بشكل أساسي بمسألة المياه هناك صراع قائم بين مصر والسودان وأثيوبيا هناك صراع حتى لو بشكل مختلف بين العراق وتركيا وسوريا هناك مسألة شائكة مرتبطة بالمياه بين لبنان وإسرائيل وسوريا وبالتالي الحكومات اليوم أمام تحدي كبير وهو أولاً نعم ترشيد استهلاك المياه والسياسات المائية المناسبة وفق المعايير المطلوبة وثانياً وهو تحدي كبير إيجاد الأطر لتقاصم المياه بشكل سلمي لأن اليوم الأنهار ليست محصورة ببلدان إنما هي تمر عبر البلدان وبالتالي هناك فوقية في العلاقات لبلاد المنشأ أو البلاد التي تنبع الأنهار من عندها نعم دكتور محمد كان هناك صحيفة لفيجاهو الفرنسية نشرت ملف مفصل وهو رائع هذا الملف تضمن خلاصة العديد من التقارير والبحوث التي أعدها خبراء دوليون تحت عنوان الحق في الماء للأقوى طبعاً هي رصدت مجموعة الأزمات مثل التي ذكرها الآن دكتور سامي في العالم هل في بريطانيا هناك هذه الفكرة أن الماء سيبقى للأقوى وهل أن البنية التحتية البريطانية في المياه تمكنها أن تبقى أقوى في المستقبل بشكل عام أي صراعات حول الموارد منذ بدء هذه البشرية كانت فعلاً هي صراع الأقوى والأضعف في هذا الشأن وطبعاً نعرف كل تاريخ الصراعات بين الشعوب إلى أين أدى لكن أنا أريد أن ألفت النظر أن الموضوع ليس له علاقة بالجفاف وقلة المياه هو له علاقة بالتغير المناخي الذي يؤدي إلى هذه الظهرة بمعنى آخر أنه عندما نرى أن هناك جفافاً في بريطانيا أو فرنسا أو إسفانيا أو إيطاليا لكننا ننسى أنه قبل أشهر بقى كان هناك فاوضانات وسيول أدت أيضاً إلى تدمير ذراعات وسقوط قتلة وبمعنى ثالث أن هناك سوء إدارة لهذا التغير المناخي الذي يمنع استغلال الفائد من أجل أيام القحة التي نشهدها خلال الأيام الأخيرة وأعتقد أن كل الأوروبا حالياً وربما المتضررين من هذا الجفاف ينتظرون بدء ففل الشيء وبدء سقوط الأمطار لكي ينسوا هذه الحق ولكننا سنعود تماماً إلى مسألة إدارة المياه وأعتقد فقط بشكل سريع أن المنطقة عندنا في الشرق الأوسط لأنها تعودت على قلة المياه فهي ربما أكثر دراية بكيفية تقنين المياه وكيفية توزيع وكيفية استغلالها أكثر من دول كثيرة غنية ربما لم تكن تحتاج إلى ذلك القضية نعم واضح دكتور حسن برأيك مثل ما ذكرت في البداية وأيضاً ذكرها الآن دكتور سامي العديد من المناطق موضوع أزمة المياه موضوع حارق جداً وأساسي كيف ستتعامل من وجهة نظرك دول الشرق أوسطية مع تداعيات موجة الجفاف اليوم ما هي حضوضها في تجاوزها اليوم يجب على الحكومات اليوم أن تعتبر أن الأمن المائي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي وشرط رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هذه الحكومات يجب أن تعتمد على الإدارة التكاملية للموارد المائية وأن تعتمد على حلول جديدة غير الحلول التقليدية بالنسبة للإمدادات للمياه التوسع إلى بدائل جديدة غير الموارد المائية مثل تحليط مياه البحار أو عن طريق إعادة استخدام المياه والصرف الصحي والتي تبلغ 80% من مياه الصرف الصحي تخرج إلى الطبيعة بدون استخدامها أو استغلالها في منطقة تعاني من ندرة المياه بالنسبة إلى إدارة الطلب على المياه إدارة الفواقد الموجودة في المياه 50% من مياه الشرب في المنطقة العربية تضيع بسبب البنية التحتية المتهالكة وصرقة المياه بالإضافة إلى أن ترشيد الاستهلاك للمواطنين في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة المتوسطية وحول العالم تنظري إلى منطقة الشرق الأوسط وهي الأكثر ندرة في المياه ولكن متوسط استهلاك الفرض في هذه المنطقة يعادل ضعفين إلى سلة أضعاف في الدولة تكون بها موارد مائية كبيرة بالإضافة إلى هدر المواد الغذائية لأن بمعنى أن هدر الغذاء والذي يبلغ 40 مليون طن من الغذاء يهدر كل عام معناه إهدار للمياه أيضا فيجب على الإدارة المتكاملة والحلق حلول الشمولية للمنطقة العربية وزيادة عادة التفكير في حوكمة المياه والإدارة المستدامة للموارد المائية سأبقى في الشرق الأوسط معك دكتور سامي وحضرتك ذكرت منذ قليل أكبر البؤر التي تعيش حروبا وأزمة وصحيفة الفيجارو عندما نشرت هذا الملف ذكرت أن أبرز منطقة والقضية الأكثر خطورة تكمن في الصراع بين تركيا والعراق وسوريا مع انخفاض طبعا مستويات نهري دجلة والفرات والذين يعبران أداء الدول الثلاث بسبب السدود الكبيرة التي أنشأتها طبعا أنقر على النهرين سؤالي كيف وصل العراق ولماذا يدفع وحده هذه الفاتورة وما المستقبل في هذا الملف يعني كيف سيكون العراق بعد نضوب مياه دجلة والفرات أعتقد السبب الأساسي لعدم قدرة العراق على مواجهة هذا التحدي أو هذا القضر وخطر وجودي لأن الدجلة والفرات هي مصدر المياه الأساسي للعراق وهي بلاد ما بين الرافدين ومصدر هذين النهرين هو تركيا وتركيا بنت سدين كبيرين في المرحلة الأخيرة عدم قدرة العراق هي الأزمة السياسية وحالة الانسداد السياسي والأزمات المتتالية التي لم تتيح بعد إلى استقرار النظام السياسي في العراق وإلى حكومات تعمل بشكل مستدام يعني هناك أزمة مؤسسات لم تخول العراق حتى الساعة من حوار مباشر من الند إلى الند مع الطرف التركي علما أن كانت هناك محادثات في فترة امتدت بين عام 2007 إلى عام 2018 كانت هناك ووصل الفريقان إلى إطار اتفاق ولكن تنفيذ هذه الاتفاقات لم يكتمل لم يرى النور وبالتالي هناك مناطق كبيرة في الجنوب منطقة الأهوار مثلا مهددة بجفاف كامل ولطالما كانت الخزان العراق المائي والزراعي يبدو دكتور محمد يبدو أن حروب المياه موجودة لكن سؤالي عن أوروبا هل أزفت ساعة حروب المياه في أوروبا رغم أن ما زال مخزونها موجود أم أن هذه الحروب ما زالت بعيدة أوروبا هي تعاني هذه الظاهرة الحالية لكن لا أعتبر حتى لأن هناك قطر كبير في أوروبا عندهم عاليا هذا الهاجس الذي يريد علاقة بالطاقة له علاقة بالغاز له علاقة بالأمن له علاقة بالحرب أوكرانيا حتى في بعض التحليلات تقول أن في حال تفاطلت أزمة الجفاف في أوروبا فهي ستكون أخطر من حرب أوكرانيا لأن كيف يمكن التعامل مع طبيعة مع روسيا بالإمكان التعامل يوما ما عن طريق المعاهدات الصلحة ولا ذلك وبالتالي الأمر حقيقي لكنه ليس أمرا منظورا لا يمكن فعلا نظر إليه بهذا الشكل لكني أعتقد أيضا أن البشرية قادرة أن تتعامل مع أزماتها بدون الذهاب إلى الصدام العسكري ولطالما قيل كثيرا أن حروب ستنشب ضد تركيا في هذا الشأن أو ضد أثيوكيا في شأن آخر ومع ذلك أعتقد أن العقلنا السياسية ما زالت باستطاعتها إدارة الصراعات دون الوصول إلى الصدام الفريع بعد الفاصل الاستقراء في الحلول والأفاق لأزمة المياه بسبب الجفاف والتغير المناخي ابقوا معنا مرحبا بكم من جديد عود للقاهرة إليك دكتور حسن دكتور عندما قرأت هذه الإحصائيات كانت صادمة صراحة الإحصائيات تشير إلى أن هناك مليار ومئة مليون شخص لا يستطيعون الوصول إلى المياه الصالحة للشرب أنه تقريبا مليارين وسبعمائة مليون شخص يعانون من ندرة المياه والوصول إليها لمدة شهر على الأقل خلال السنة يتوقع أيضا من خلال تقارير جد صادقة أن يواجه ثلثة سكان العالم نقصا في المياه بحلول عام 2025 يعني بعد ثلاث سنوات أو أقل تقريبا أمام هذه المعطيات الصادمة ما الحلول المتاحة أمام العالم لتفادي كارثة نقص المياه وتبعات نقص المياه على الكرة الأرضية وعلى البشرية بالنسبة للإحصائيات التي نرى الآن قد تصل إلى أسوأ من ذلك إلى أن واحد واثنين من عشر مليار شخص حوالين العالم لديهم القدرة على الوصول إلى المياه عن طريق شبكات المياه ولكن يأتيهم المياه مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع كما الحال في العديد من الدول العربية زي الأردن ولبنان وغيرها حوالين العالم الحلول بتتضمن إلى نهج جديد للعالم كله في إدارته للمياه من خلال النظر إلى المياه للإدارة المستدامة للمياه بطريقة مختلفة تماما عن الماضي بتتضمن النظر إلى المياه الصرف الصحي النظر إليها إلى مياه صالحة للري والزراعة إلى أن تصل حتى إلى مياه الشرب كمورد جديد ومورد بديل للمناطق التي تتعرض لندرة المياه بالإضافة إلى الحلول الجديدة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لقطاع المياه التحول الرقمي لقطاع المياه من المهم جدا للمناطق التي تتعرض الآن إلى الوصول إلى اليوم سفر الذي ينضف فيه المياه في هذه المدينة زي ما قلت قبل كده برضو إدارة الطلب على المياه وترشيد الاستهلاك بالنسبة للمواطن وخفض الفاقد الموجود في الشبكات المتهالكة هذا بالإضافة إلى بالنسبة للمياه بالنظر إلى كل المؤسسات وكل الحكومات بإعادة النظر في المياه من قبل المجلس الأمن بالنظر إلى المياه كمصدر للنزاعات في المستقبل بسبب الجفاف وما نشهده اليوم وبالإضافة إلى الاتفاقيات التي تتعرض للأمم المتحدة المتعلقة بالأنهار بإعادة التفكير فيها وزيادة الحصول على موارد جديدة والحفاظ عليها من الأبستريم كونترز نعم في النهاية لا يمكن أن يكون موضوع المياه أمن قومي لكل دولة هو لابد أن يكون أمن عالمي لكل الدول ولكل البشرية دكتور سامي المؤشرات تظهر أن استخدام المياه في العالم يزداد 1% تقريبا كل عام منذ ثمانينيات وبحلول عام 2050 سيزداد الطلب على المياه بين 20 و30% في حين أنه نسبة المياه تنقص من وجهة نظرك كيف سيلبي إذن العالم احتياجاته المستقبلية من المياه؟ هذا هو السؤال الكبير لذلك على المستوى النظري لابد من تفعيل ما اتفق عليه يعني في مؤتمرات تغيير المناخ مسألة تغيير المناخ تشكل السبب الأساسي هناك اتفاقية باريس ثم اتفاقية جلاسكو هناك استراتيجية وضعت ومخطط تفصيلي والتزامات دولية لابد من العودة إلى هذه الالتزامات ومعالجة الأسباب الرئيسية صحيح أن حرب أوكرانيا أطاحت بكل هذه الالتزامات وبالتالي هذا سوف يشكل عاملا ضاغطا على هذه المسألة مسألة التغيير المناخ ومسألة شح المياه ولكن لابد من العودة إلى هذه الاتفاقيات ثانيا هناك مسألة لم نذكرها بعد تكلمنا بالتأكيد عن ترشيد استهلاك المياه هذا ضروري ولكن هناك مسألة ترشيد استهلاك الغزاء يعني اليوم النمط الغزائي المعتمد الذي يتكل بشكل أساسي على اللحوط واللحوم ومنتجات الألبان والكل يعرف أن هذه المواد تستهلك كما هائلا من المياه وانطلاقا من أعدادنا الديموغرافية اليوم لا يمكن للبشرية أن تستمر مع هذه الوتيرة بالنموء السكاني وهذا السلوك على المستوى الغزائي لذلك نرى اليوم استثمارات كبيرة في مجال إنتاج البروتينات الغير حيوانية بيل جيتس يستثمر في هذا المجال وفنشر كابيتاليست آخرون يطورون هذه الصناعات صحيح أن هذا سوف يشكل تغييرا هالكا على مستوى الاستهلاك البشري والسلوك البشري ولكن هذه أمور لابد منها نعم حتى نرى طبعا ما هي تدعيات هذه البروتينات غير الحيوانية على جسم الإنسان لا نعرف ذلك بعد دكتور محمد هل بمقدور أوروبا أن تتحمل النقص في الطاقة من الغاز والنفط بسبب هذه الحرب ثم أيضا أزمة المياه في نفس الوقت وما تأثير ذلك إذا استمرت هذه الأزمة على استقرار أوروبا الداخلي يفترض أن لا تتحمل لكن التعويل أن هذا موسم جفاف وليس وضعا نهائيا وفعلا كما أشارت سيدتي عندما يكون هناك هذا الضغط الاجتماعي على الاقتصاد بمعنى التضخم وبالتالي النقص في الغاز اتفاع أسعار النفط وبالتالي ذهب كثير من الاستثمارات الحكومية نحو التسليح ونحو إدارة مسألة الحرب في أوكرانيا كل ذلك يمثل ضغطا حقيقيا على اتصادات هذه الدول أكثر من ذلك عندما نقول أننا لا نريد الابتكال على الغاز الروسي مثلا فنذهب إلى الطاقة الكهربائية عن طريق المفعيل النموية وإذ نكتشف أن انخفاض منصوب هذه المياه يؤدي إلى عدم قدرتها على تبريد المفعيل وبالتالي وقف هذه المفعيل وكنت أشارت منذ قليل أنه أيضا إذا كانت مبطرة دولة مثلنا أن نروج أن تذهب إلى صرف غازها على إنتاج الطاقة وبالتالي الطاقة الكهربائية ستتراجع لذلك هذا الأمر يفترض أن يكون مقلق جدا إذا ما أدى هذا الأمر إلى أن يكون خلال الأشهر المقبلة لكن كل التعويل أنه ابتداء من الخريف المقبل ستعود الأمور إلى الوستويات التي يمكن تحملها وربما أكثر من ذلك أن أوروبا المعروفة بشراءها المالي عندما تبدأ بأن تطلق الإنذار كلها الإنذار حول إمكانية أن تكون بحاجة إلى نياه هذا يؤدي أيضا إلى ربما تغيير في تركيبة النظام الدولي وليس فقط النظام متعالق في أوروبا صحيح دكتور حسن ما هي من وجهة نظرك الدول التي تفطنت مبكرا لموضوع الأمن المائي وقامت بتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى لمواجهة وتفادي ما يعيشه اليوم العالم من أزمة مياه تقرير الدولية بتقول أن العالم ليس على الطريق الصحيح لتحقيق الأمن المائي للمنطقة ولكن يوجد العديد من الأمثلة الرائعة مثل في الإمارات ودول الخليج والتوسع في الحلول البديلة من تحلية مياه البحر ده مثال كويس من الممكن أن يتكرر في المناطق التي تتعرض لندرة المياه والاعتمال على الموارد كما أن إدارة الموارد في أسبانيا أيضا يوجد التحول الرقمي لقطاع المياه تماما وده من التكنولوجيا الرائعة التي يمكن أن نستخدمها في عديد من الدول في مصر عندنا إعادة التفكير في إدارة المياه والاعتماد على إعادة مياه الصرف الصحي من مشاريع كبيرة نلاقيها في الحمام والمحمصة والعديد من المشاريع التي ممكن أن تسكيلت أب يتم تطويرها ويتم أن تلهم دول أخرى نعم تفضل بالضبط بالإضافة إلى ذلك إعادة التفكير في الحلول القديمة الحلول القديمة التي اعتبر أن المياه مياه واحدة وأن مياه الشرب يتم استخدامها لكل أنواع الاستخدامات مثل ري المحاصيل التي لا تحتاج إلى جودة مياه عالية إعادة التفكير في المياه واعتبارها من الأمن القومي والأمن العالمي وضرورة أيضا للتكيف مع التغيرات المناخية من شهر أنا كنت في مؤتمر في أسبانيا وقلت أن في القوب 27 الذي يكون موجود في مصر أن الهدف السادس للمياه سوف نلاحظ أن الجفاف وتصحر بالإضافة إلى كارثة المياه التي كانت على أولويات التقارير في المنتظر الاقتصاد العالمي هي من أهم المخاطر التي نواجهها الآن وبالتالي يجب أعادة التفكير والالتزام بالحلول الموجودة من العلوم والتكنولوجيا دكتور سامي إضافة لهذا الكلام وبانتظار الكوب 27 و28 في القاهرة وفي الإمارات ما الأعباب الجديدة المتوقعة أن تضيفها مشكلة المياه على الاقتصاد العالمي الذي يعاني أساسا من أزمة الطاقة وارتفاع في الأسعار والأمراض والفيروسات التي عشناها مثل جائحة كورونا أعتقد أن هناك أولى الأسار سوف تكون على قطاع الصحة لأن من تداعيات شح المياه سوف يكون تردي الوضع الصحي بشكل أساسي وثانيا ضغوطات هائلة خاصة على مستوى المدن ربما أمر لم نذكره في خلال الحلقة أن مسألة شح المياه هي ضاغطة أكثر في المدن ونحن نتجه أكثر وأكثر إلى ما يسمى بالميجا سيتيز أي هذه المدن الكبيرة 60% من شعوب العالم سوف تقتن بالعام 2050 في المدن وبالتالي هذا سوف يشكل عاملا ضاغطا على مستوى التوزيع السكاني وبالإضافة إلى مسألة الأمن الغذائي وهي ربما قد تكون الأولوية بشكل أساس لأنها اليوم تتفاقم نتيجة أزمتين أزمة كوفيد وما يتبعها من أزمة الحرب الأوكرانية وبالتالي هذا يتطلب تنصيق ومعالجة على أعلى المستويات يعني أخفق العالم وأخفقت الأمم المتحدة ومجلس الأمن في مواجهة وباء كورونا لأنها لم تجد أطر التنصيقية اللازمة بالرغم أن هناك مصلحة مشتركة على مستوى الأممي تعني بالصحة بشكل أساسي فهل سوف تتمكن من مواجهة تحدي شح المياه؟ هذا سؤال كبير بعهدات كبار تبدو أن العالم دائما ما يفشل في تفادي الأزمات لم يتفاد أزمة كورونا لم يتفاد الذهاب إلى حرب إلى الآن ستة أشهر أو سبعة أشهر منها ونرى تدعيتها على الآلم خاصة على مستوى الغذاء هذا يجانب طبعا الضحايا البشرية والآن ربما نذهب إلى مشكلة شح المياه وأزمة وحروب مياه سأختم معكم بسؤال بنسبة مئوية أعرف أن السؤال ربما غير سليم ولكن سأسأله وسأطرحه عليكم بنسبة مئوية ما هي فرصة أن يستعيد الإنسان البشر السيطرة على غضب الطبيعة أما أننا أمام عالم جديد لم يعد الإنسان صاحب القرار فيه وإنما الطبيعة هي التي ترسم مساراته وعوالمها أبدأ معك دكتور محمد يعني لم يكن يوما الإنسان هو من يقرر التغلب على الطبيعة لكنه استطاع التعايش مع تغيرات الطبيعة وأعتقد أنه سيستطيع بنسبة عالية أن يتعايش مع هذا المزاج الجديد النظر الذي تفرضه الطبيعة على البشرين كيف در الأمر دكتور حسن؟ الرجوع إلى الطبيعة هو الحل الأمثل لمواجهة التغيرات المناخية ودايما الطبيعة نتعلم منها ودايما مواجهة الإنسان للطبيعة لن تكون في صالحنا أختم معك الحلقة دكتور سامي أخشى أن أكون متشائما أنا أعتقد أن الطبيعة سوف تكون الغالبة والإنسان لن يستطع مواجهة هذا التحدي وللأسف الإجابة والسبب على هذا الفشل لأنه فوت الكثير من الفرص ليأخذ بزمام الكرة الأرضية وطبعا أن يتفادى العالم كله ما نعيشها اليوم من نكبات على مستوى الطبيعة شكرا لكم وصلنا بهذا إلى ختام حلقتنا من قابل النقاش كان عنوانهما بعض نضوب أعرق أنهار القارة العجوز عندما يتجه الجفاف صوب الشمال شاركنا في تحليل والنقاش من القاهرة دكتور حسن طلبة بنجا الخبير الدولي في الأمن المائي والتنمية المستدامة والباحث بجامعة كولوني الألمانية من بيروت معنا دكتور سامي نادر مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية ومن لندن كان معنا دكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي يسعدنا أن يستمر تفاعلكم مع كل ما جاء في الحلقة على صفحة قابل النقاش على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع مؤسسة دبيل الإعلامي على الانترنت حيث يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة والحلقات الماضية نتائج الاحتباس الحراري واضحة أحجار الجوع هي صخور مجاري بعض الأنهار الأوروبية العريقة لا تمكن رؤيتها أبداً إلا عندما تكون مستويات المياه منخفضة للغاية تم نقشها في العصور الغابرة كرسائل حول الكوارث الناجمة عن نقص المياه رسائل تعكس حجم الصعوبات التي وجهها الأسلاف في فترات الجفاف لم تسلم الضفة الأخرى للأطلسي حيث نضبت بعض الأنهار في ولاية تكساس الأمريكية إلى درجة ظهور بقايا ديناصورات نفقت في هذا المكان قبل أكثر من مائة مليون سنة تقلبات المناخ الجديدة تعني جملة وتفصيلاً أن أيام رغاد العيش في الغرب الثري قد تتحول فاقة وبؤساً في أي حين تصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر